اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيزة بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين الله أخواني وأخواتي قبل أكثر من سنة أعلن العالم والطبيب الإيطالي سيرجيو كارنافارو عن أن مشروع زرع الرأس الإنساني قد أصبح وشيكاً وزالت كل العقبات من أمامه وقد جرب مشروع زرع رأس لفأر في الصين ونجحت العملية الرأس بكل ما فيه أيها الإخوة من مكونات وأعصاب شيء عجيب أما الرأس الإنساني فستدشن أول عملية لزراعته في مطلع 2017 بعد أقل ربما من سنتين نحن نقطع الرؤوس وهم يزرعون الرؤوس أين سنمضي أين سيمضون من الفائز من الذي له المستقبل الذي يزرع الرأس لكن على كل أخواني وأخواتي قد يكون أجدر الناس بأن يسابقوا إلى حجز إلى حجز مكان لزراعة رؤوس جديدة لهم بعض المسلمين أجدر الناس أن يتخلصوا من رؤوسهم في المقدمة أيها الإخوة ليتخلصوا من هوسهم من أفكارهم من حروفيتهم من جموتهم من جنونهم إما شئت من الأوصاف ولكنهم لن يفعلوا ولكنهم لن يفعلوا لأنهم لا يستطعون أن يفكروا خارج رؤوسهم هم لا يفكرون إلا بهذه الرؤوس ولذلك لا حل الحل لا يمكن أن يكون بقطع الرؤوس ولا يمكن أن يكون أيضا بزرح الرؤوس لأنك حين تزلع رأسا تقريبا أنت تتعامل مع شخصية جديدة مختلفة تماما شخصية صاحب الرأس أما صاحب البدن فلا شخصية له فلا شخصية له تقريبا ولهذه التقريب الموضع على كل حال الحل أيها الإخوة في برنامج إصلاحي تجديد تربوي تأخذه المؤسسات والهيئات والسلطات الرسمية والمدنية أيضا تشكيلات المدنية تشكيلات المجتمع المدني على اختلافها تأخذه مأخذ الجد أن يطور أن يطور فهم قبل أن نطور خطابا لابد أن نطور فهما وقبل أن نطور فهما لابد أن نطور تجديدا في آليات الفهم في آليات الفهم آليات الفهم لدينا أيها الإخوة المعبر عنها بعلم أصول الفقه آليات محترمة وحقيقة لا يعرف كم هي محترمة إلا من تعمق درس هذه الآليات وسيقول سبحان من أعطى هؤلاء الأمة والعلماء هذه المقدرة هذه الليهاقات الفكرية حين يقرأ متعمقا كما نقول دائما ليس كتابا في مائتين وثلاثمائة صفحة لا 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 حين يقرأ متعمقا سيعجب ولكن هذا عمل بشري على المسلمين أن يدركوا البدهيات أيها الإخوة لأنهم ينطلقون ويفرغون عما يؤكد أنهم يصادمون البدهيات من البدهيات أو في رؤوس البدهيات أن كل شيء يشيخ فالفكر الإنساني يشيخ العطاء للبشر يشيخ الآن فكر علمائنا مهما كانوا أجلاء وهم أجلاء بلا شك ومهما كانوا كرماء ألباء عذقاء أذكياء بمرور القرون وعزمان يشيخ أيها الإخوة لا يمكن لفكر بشري أن يساوق وأن يسير مع النص الإلهي المطلق المحفوظ قدما بقدم وخطوة بخطوة هذا يساوي مساوات الإنسان بالله هذا أن الله الذي أنزل القرآن استغفر الله يساوي في علمه وحكمته وقدرته وتقديره للأمور بإحكام هذا الشارح الأول أيًا كان صحابيًا كان أم تابعيًا أم تابع تابع إلى آخره تابعوا هذا خطير جدًا هنا وثنية هذا الاستتباع هذا التقديس أيها الإخوة للأسلاف وكأنهم أتوا بالقول الفصل مرةً وإلى الأبد انتهى خلاص هم قالوا قولاً في النص ونحن نعتصم بهذا القول إلى يوم القيامة وثنية وثنية في حقيقتها عند تفكيكي تعني أننا نعادل بين الشارح والناص بين الله الذي تكلم وبين العبد مثلي ومثلك مثلي ومثلك الذي تكلم على كلام الله تكلم حول كلام الله شيء خطير الفكر يشير علينا أن ندرك أن الفكر يشير وخاصة أيها الإخوة أننا لم نعد قادرين ولا مشتعدين للتعايش مع نتائج هذا الفكر انتبهوا أنت قد تفكر على نحن ما بل قد تفعل فعلة ما قد تجترم جرما ما أنا أتحدث حتى عن مجرم يجترم جريمة ما ليس هذا أخطر ما في الأمر أخطر ما في الأمر المدى الذي يمكن أن تذهب إليه في معايشة نتائج هذه الفعلة إلى أي حين يمكن أن تتعايش أنت مع نتائج فعلتك أنت يمكن أن تسرق مال أحد إلى أي حين يمكن أن تتعايش مع هذه النتيجة حين تقدم هذا المال لأولادك الصغار تغذوهم به تعلمهم به وأنت حريصاً تعلمهم الخير والفضيلة بمال مسروق كيف المعايشة هنا هل يمكن حين تلبس زوجتك تهديها في عيد ميلادها ولا في عيد زواجكم هدية جميلة تحفى فمين طائلة من مال مسروق وهي تفرح بهذا جداً وتشكر لك الاهتمام والتقدير واللفتة الكريمة لكن من مال مسروق ولذلك انتبهوا المسألة ليست محط فكرية ومعرفية تربوية تربية الضمير تهذيب الضمير الضمير بالذات هو الشيء الذي لا ينبغى أن يكون مارناً خلافاً للعقل أيها الإخوة العقل ينبغى أن يكون مارناً إلى آخر حدود المرونة الممكنة أما الضمير ينبغي أن لا يكون مارناً لأن الضمير حين يكون مارناً يعني والعياذ بالله أنه خرب ضمير خرب يستحل الشيء ونقيضه ضمير لا يؤمن بالمبادئ ضمير أيها الإخوة حربائي يتلون كل حين بلون ويأخذ كل ساعة صورة جديدة أخطى شيء هذا عجيب الآن أظنكم حدستم بالفكرة بعض الناس لديه فكر فكر ثابت جامد قوالب من برونز أو حديد وضمير مارن جداً كيف اجتمعت هذه الخلطة اللعينة فكر جامد حروفي صبياني أيها الإخوة هزلي مزخرة مش فكر وضمير مارن جداً 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 يحلل ويحرم ويتقلب أيها الإخوة مع الأشياء كيف ما شاء هذه اللعنة حقيقية لا تليق بالإنسان تليق بأي شيء آخر لكن لا تليق بالإنسان لم نعد إذن قادرين أو مختدرين على أن نتعايش مع نتائج أفكار كثيرة أيها الإخوة محفوظة في تراثنا على كل حال اليوم جئت لأحدثكم عن أمر الآن تقريباً خف الحديث عنه لا أحب أن أركب الموجة أيها الإخوة دائماً في كل حدث من هذه الأحداث الأليمة وما أكثر الآن حياتنا أصبحت سلسلة من الأحداث الأليمة وأيضاً السوريالية غير المعقولة نعمل أبزير نعمل عبث حياة عبثية جئت وحدثكم اليوم عن التمثيل والأصنام والمعركة مع الحضارة والتاريخ أيها الإخوة والمعركة مع الحضارة والتاريخ وفي الحقيقة هذا ليس درساً في التاريخ وليس درساً في تقريض وتبجيل الحضارة والتاريخ إنما درس في تجديد المنهج أيها الإخوة لكي نتخفف لكي نتخفف أنا وأنتم معي من الترقيع مللنا وتعبنا أنا تعب جداً من الترقيع نحن نرقع على فكرة وليس أمامنا إلا أن نرقع تعرفون لماذا؟ طبعاً أنا معظم أتحدث فيه ترقيع أنا أرقع ينبغي أن أرقع وأعرف أنني أرقع ولا أستطيع إلا أن أرقع في المرحلة الراهنة تعرفون لماذا؟ لأن الآخرين لا يعملون لكي تحكم على عملهم إنهم يدمرون يخربون يمزقون فقط وأنت ينبغي أن ترقع ما في فكرة حقيقة يتحرك انتبهوا ما في فكرة حقيقة ما في مشروع حقيقي برؤية مشروع رؤية وحقيقي لكي تدخل معه في زجال وفي جدال وفي أخضر أبداً أبداً كل ما هناك تخريب وتدمير وتمزيق وتخريق وينسب إلى السماء وينسب إلى رسول السماء إلى القرآن والسنة وأنت عليك مؤمن تغار على دينك تغار على نبيك تغار على كتابك تحب هذا الدين ما زل تحبه وأسأل الله يميتنا على هذا أيها الإخوة ليس أمامك إلا أن ترقع صنفان من الناس يكرهون مهمتنا هذه التي لا نحصد عليها مهمة الترقيع هذه مهمة لا نحصد عليها صنفان من الناس يكرهونها المخربون الذين نرقع من ورائهم والحريصون أيها الإخوة على أن يطوى بصاط هذا الدين والأمة إسلام إكس انتهى من الماضي إكس إسلام يحبون هذا يجنجنونهم من أمثالنا يعني أعطينا بالتزينيين الذين نزين الإسلام ونكذب على النصوص ونكذب على الفهم والتأويل لا والله لا والله لا نكذب لكن نحن نأخذ بحقنا في أن نفهم وكما نقول دائما انتبهوا نحن لا نعبد إلا الله ولا نؤمن إلا برسول واحد هو رسول الله لا نعبد البخاري ولا مسلم ولا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا سيد قطب ولا حزن البنة ولا الشافع ولا أبي حنيف ولا الصادق ولا زيدن لا نعبد أحدا نعبد الله وحده ولا نحق أن نفكر ولا نحق أن نجتهد وأن نعمل عقولنا والمسألة ليس بالأقدمية الأقدم بفهم لو الأقدم بفهم الجهلية خير ومن الإسلام تبهوا هذه نزعة خبيثة وغبية هذه النزعة السلفية بالمطلق نزعة غابية إذا المسألة الفضل للمتقدم فالجهلية متقدمة على الإسلام أفضل من الإسلام إذن ما الصحية بالمرة بالحكس الركب البشري خصوص أيها الإخوة المعارب بالذات وحدثتكم عن ظاهرة قبيلة ربما أي أشهر يسيرة ظاهرة رزلت في القرن العشرين الذكاء البشر يتقدم بمتوالي غير طبيعية في القرن العشرين نفسه القرن واحد إياك شوف هناك من يحرص على أن يفهمك أنك غبي الآن عموما كهنة الفكر الديني أنا أسميهم كهنة هم كهنة فعلا ولا هم معابد وينتفعون هؤلاء الكهنة حريصون جدا على أن يفهمك أنك غبي غير قادر على أن تفهم غير قادر على أن تجتهل أنت لا شيء أنت صفر يحبون أن يفهمك هذا لأنهم هم أمام الأوائل وأمام الكبار أصفار حقيقة أصفار وليس لهم المساكين بنقوسين نشفق عليهم وعلينا أكثر من إشفاقنا عليهم لأن الأمة تدفع الثمن نشفق عليهم وعلينا بنقوسين أيها الإخوة هم ليس لهم ولا يتهيأ لهم إلا أن ينقلوا ويرددوا أدوات مسجلات وطبع الآن يغني عنهم الشيخ جوجل والشيخ يهو يغني عنهم تماما وهم لا يزدون على ما يمكن أن يمدك به النت أيها الإخوة الشبكة العنكم مستحيل مستحيل ليس عندهم شيء المساكين ويحبون أن تكون صورة منهم وصورة حتى ممسوخة عنهم بحيث يظلون أساتير لك وظل من كانت العميان تهدي ظل من كانت العميان تهدي حتى لا يقال هذا يتفلسف ويقدم مقدمات عجيب غريبة أنا سأقدم مقدمة حقا غريبة من نوع من أنواع الغرابة ما هي أحدثكم عن إمام حدثتكم عنه قبل ذلك وفي محاضرتي عن الفن في الإسلام حكم التماثيل الفجور يعني بالألمان التماثيل مش الأصنام التماثيل المحرمة هذه عجهنم وأصحابها التماثيل والصور زيتية وما أي وغير تصوير عموما وحتى الصور الفوتوغرافية وهي محاضرة قبل ربما سبع سنوات وطالت ربما أكثر من خمس ساعات هذا من قديم مش عشان تماثيل اليوم وداعش ومدينة نمرود وكذا كالخو هذه أبدا موضوع قديم أيها الإخوة المفروض يفرض نفسه لكن ما كان يفرض نفسه الآن فرض نفسه الآن ساعت حدثكم عن الإمام جهاب الدين القرافي وليقارئ الفقه تاريخ الفقه مدونات الفقهاء وعلم الأصول بالذات أصول الفقه يعلم من هو القرافي شارح المحصول شارح العظيم الموسع المبسوط المحصول يشرح أي محصول الرجل أصلاً هو موسوعة يغرق فيها السباح الماهر يشرح هذا غير كافي محصول الفقه غير كافي يشرح يأتي يشرحه العلام اللوذعي فريد عصري فعلاً شهاب الدين القرافي تلميذ شيخ الإسلام سلطان العلماء العزم العبد السلام إمام من أمة المالكية بل من أمة الإسلام قاطبة أيها الإخوة صاحب الفروق الفروق المشهورة له الإمام القرافي وإن أحسن من يفرق عقلية ذكية جداً للغاية يحدثنا في شرحه على المحصول يقول بلغني أن الملك الكامل الأيوبي أن الملك الكامل صنع له شمعدان صنع له شمعدان صنعه أحد المهندسين المسلمين وقد يكون شيخاً من ثل القرافي من شيخ الإسلام هذا الشمعدان أيها الإخوة كل ساعة كل ساعة يخرج رجل يفتح باب ويخرج رجل ويتغير اللون كل ساعة مرت ساعة زمنية حتى إذا مر عشر ساعات خرج الرجل ووقف أمام الملك طبعاً الشمعدان مخطوط أمام الملك ورفع يده إلى ذنه وقال صبح الله الملك بالسعادة والخير هذا الكلام نتبه وليس أساطير وألف ليلة الإمام القرافي العالم العلامة والمهندس والفيزيائي والميكانيكي عالم الحيال هو يتحدث عن هذا بنفسه والآن سوف يثبت لك أن هذا حق وأن علماء المسلمين قبل أوروبا والغرب أيها الإخوة صنعوا الروبوتات ربوت يتحرك وينطق شيء عجيب شيء مدهش واضح أن الذي نجل عن حضراتنا أكثر بكثير تقريباً مما نعلمه نحن لا نصدق هذا وتعالي أسأل أكبر متخصص في تاريخ الروبوتات يقول لك لا ربوتات صنعة غربية محض لا يوجد أحد صنع ربوت يتحرك بالطريقة لا نحن صنعناها ويتكلم ويتكلم يقول الإمام شهاب الدين القرافي وصنعت أنا بحمد الله تبارك وتعالي شمعداناً صنعت أنا هو صنعه الأصول الفقير طبعاً عالم في الفيزياء والحيال أملكانيك علابة كبيرة دماغ أدمغة مش داعش القاعدة أدمغة أي مجايخ الإسلام الإمام القرافي قال وصنعت أنا رحمة الله عليه شمعداناً طيب فيه أسد تمثال لأسد أعوذ بالله قاتلك الله أنت وأسدك في النار روى البخاري أو المسلم أنت تفهم ما لا يفهم القرافي بعثوا الرسالة عبر القرون إلى مقبرته في قرافة مصر قلوا يا جاهل بالأحاديث لشيخ الإسلام القرافي اقرأ عنه في الأول حتى تعرف ما هو القرافي قال فيه صورة أسد تمثال أسد تتغير عيناه من السواد الشديد إلى البياض الشديد إلى الحمر الشديد وطائرين يلقيان بحصاتين في أوقات محددة ونفس الشيء رجل يخرج ويغلق عليه الباب حتى إذا جاء الصباح وقت صلاة الفجر خرج رجل في أعلى الشمعدان كلها ربوتات تتحرك آليا خرج رجل في أعلى الشمعدان ورفع يده إلى أذنه والتفت كهيئة المؤذن قال ولم أستطع أن أصنع صنعة الكلام الصوت لم أفلح أن أخزم فيه الصوت كذا لم أفلح غيره أفلح هو وضع العلم يحكي الحقيقة لكن ما صنعته يا إمامنا يا شيخ الإسلام ليس بالهيين وليس باليسير خاصة في زمنك بالمرة ليس بالهيين أن تصنع هذه الروبوتات المتحركة وتغير ألوان عيونها قالوا وصنعته في الشمعدان أيضا صور مجسمات لحيوانات تمشي تتحرك مسافات تمشي وتلتفت وتصفر تخرج صوت الصفير طبعا لم يعبده أحد ما فيش عندنا ناس تعبدوا العجل الذهبي عجل بني إسرائيل لم يعبده القرافي ولا الأمراء ولا السوق من الناس يحدثون عن نفسه هذا القرافي هذا القرافي واليوم تهدم آثار الحضارة الأصنام المعبودة من دون الله على مبعدة ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسين سنة مجيدة كالخو معروفة بمدينة نمروذ شل منصر بناها أيها الإخوة ألف ومتنين وخمس وسبعين قبل الميلاد حوالي ألف وثلاثمائة سنة باقية هذه شاهدا أيها الإخوة على المسيرة البشرية على اليد الإنسانية الصناع على تطور الفكر الإنساني والفن الإنساني وتركتها الحضارات وتركتها الحكومات حكومة بعد حكومة بعد حكومة حتى أتى هؤلاء واتلوا علينا بيانا الأقناعون لثلاث دقائق أيها الإخوة ذكرون أن هذه أصنام وأوثان كانت تحبد من دون الله ولذلك لا بد أن نجعلها جذاذا وعلى برقة الله وتذكروا دائما أيها الإخوة يركبون الرؤوس ونقطع الرؤوس القوم يركبون الرؤوس رؤوس بأدمغتها بأعصابها بأوعيتها بكل محتوياتها وستنجح العمل ونحن نقطع الرؤوس ونقطع مع تاريخ الحضارة هناك أقوام أيها الإخوة موتورون مع الإسلام ومع الشرق العربي والإسلام غضهم ويغيظهم جدا أن لنا تاريخا ليس كمسلمين كشرقيين قبل الإسلام صراحة قبل الإسلام لنا تراث لنا حضارة العراق شهده ثلاث حضارات ليس حتى حضارتين ثلاث حضارات وربما أكثر أيها بلاد عريقة اسمه عراق وهو عريق بلاد عريقة عريقة جدا الموصل الذي فعلوا به ومتحفه ومكتبته الأثرية ما فعلوا مركز محافظة نينوة أيها إخوة هناك أكثر من 1300 مركز أثري 1300 1300 1300 نقطة أثرية أثار وأشياء حضارة عظمة هناك أمم عمرها لا يزيد على 300 سنة وأمم عمرها لا يزيد على 70 سنة تفهمون يخيضهم جدا هذه العراقة هذا الامتداد هذا الضرب بالجذور في الأرض وجاء الإسلام متوج هذا بأمثال القرافي وابن سيناء وابن النفيس وهذه العبقريات المذهلة المعجبة وابن الرجد الذي غذى السربون من أوسع أبوبي كما قال إرنست رينان يخيضهم جدا جدا هذا والحمد الذي لا يحمد على مكرس بأيدينا بيدي لا بيدي عمر بأيدينا لا بأيدي عمر وإخوة عمر نهدم نهدم أيها الأخوة صروحنا ونشطب على تاريخنا ونقتلع جذورا ونكبر تماما بنفس البله والعتة حين نكبر ونحن نقطع الرؤوس ونأكل الأكباد والقلوب ونكبر هذا حالنا هذا وضعنا شيء مخيف حتى أكون واضح أيها الأخوة سيسأل يسأل يا رجل قل لي من الشاذ في فكري وفتواء ومن القاعد المعياري سأقول لك نحن شاذون ولنا الفخر تفكيرنا شاذ فتوان فتوانا شاذ طريقتنا في الفهم شاذ لابد أن أعترف بهذا بمعنى لو جاء واحد وحب أن يضعني في الزاوية أنا سأبادله ويقول لي عفوا كلامك جميل نقبله نباركه نقدره ونشكره ولكن هل كلامك هذا يتساوق ويتطابق مع مجمل تراثك الفقه في هذا الباب باب الصور والتماثيل وكذا أم كلام داعش سأقول له كلام داعش مع مجمل فتاة والعصر مواقع إسلامية في الدولة الفلانية والكدائية والعلانية مواقع إسلامية رسمية كبرى تفتي قبل سنة 2 2012 أيها الإخوة ما حكم هدم الأهرام وأبو الهول طب أبو الهول هذا أبو أنت مكسور تفهمني يا سيدي هذا الصنم هذا وثن والأهرامات قال لك هذه قبور قبور مشرفة وعلي كثيرها الأهرامات كثير عليها فطبعا الحديث حديث أبو الهياج الأسد وفرحنين حفظين الأحاديث رواه مسلم والتلمذي والنساء فرحنين جدا وخلاص وضرب أي ضربك بصخرة في رأسك أفهمك بالحديث حديث ما تحدث أنت لا تفهم أصلا ومن الصعب أن تفهمها لأنك أنت مؤسس بالمقلوب لابد أن تتأسس بطريقة صحيحة التأسيس بطريقة صحيحة نبدأ بالله تبارك وتعالى نبدأ بالله نبدأ بما قال الله نبدأ بالقرآن المحفوظ المتواتر ليس بأحاديث صحة أو لم تصح وحين تصح كما أقول دائما لا تعز أحاديث 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 يعني لم يشهد عليها حتى إثنان في كل طبقة أن النبي قال هذا ويترك بها ظاهر كتاب الله المتواتر يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل هذا النبي هذا سليمان نبي موحد عظيم وابن نبي عظيم وملك ابن ملك تماثيل والمجال لا يتسع أن تذهب في تأويل كلمة تماثيل كيفما تحب لا 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 ما فيه واضح تماثيل جمع تمثال والتمثال هو هذا المنحوت ذي الظل المنحوت ذي الظل الذي يأتي على مثال سابق فقد يأتي على مثال إنسان فهو مثال تمثال وقد يأتي على مثال خروف أو بقرة عزكم الله وقد يأتي على مثال شجرة لكن معظم التماثيل لإنسان وحيوان هذا معنى أنه تمثال يأتي على مثال كائن على مثال سابق تمثال قال مجاهد كما روى الطبري في تفسيره من تماثيل قال كانت هذه التماثيل من نحاس لبشر بعضهم ذكر أنها كانت لأنبياء وصالحين ونحن نستبعد هذا لكن مذكور في العهد القديم أن سليمان كان يضع تمثيل أنبياء والصلحاء في المعبد فسن مذكور ما هو أسوأ سليمان مذكور عنه أشياء وثنية والعيذة بلن انتبهوا وسليمان العهد القديم ليس نبيا ملك من الملوك ليس نبيا انتبهوا سليمان القرآن نبي وأبوه نبي سليمان وداود في العهد القديم ليس نبيين كان ملكين أيها الإخوة ولهما ما آتي كثيرا على كل حال وقال قتادة من خشب وزجاج كما روى عبد الرزاق في المصنف لا ما فيه لا ما فيه لبشار لحيوانات في قصور أو متعبدات سليمان كيف سليمان يجهل هذا؟ يجهل هذا سليمان عليه السلام؟ أبدا لكن قبل أن نخوض من ناحية فقهية شوفوا كما قلت لكم نحن نرقى والترقيع لن تنتهي مسيرته لن تنتهي هذه المهمة لذلك أنا أقول لكم إذا أردنا لابد أن نجدد فهما في الآليات أجديدا في وسائل فهم يعني بعدين سينتج لنا فهم جديد ومن ثم خطاب جديد يتداوله ومن الروضة حتى الجامعة ما فيه تسمع مئة خطيب يتحدثون بالخطاب الجديد المتقن القوي المقاصدي الغائي الفاقه مئة فقه وتسمع أحد المأفونين يتحدث بالخطاب المنسوخ فليذب إلى حيث ألقت لن يؤثر لابد أن تفعل هذا الدول المؤسسات التنظيمات الجماعات مجتمع المدى أن يفعل هذا وبسرعة وإلا إسلامكم يتسرب من بين أيديكم دينكم يضيع بضياع إيمان أبنائكم وبناتهم هذا ما يحصل هذا ما يحصل حالياً وبشكل دراماتيكي غير مسبوق غير مسبوق يا جماعة إلى وقت قريب والله العظيم أقل من 20 سنة هناك وإلى الآن يوجد فروق هؤلاء كان هناك من يحرم حتى التصوير الفوتوغرافي ممنوع حرام تصوير الفوتوغرافي قال لك إلا للضرورة صورة في جواز السفر أو شيء مثل هذا غير هيك ممنوع عجيب يا أخي اليوم منطق العالم هو منطق الصورة أكثر منه منطق الكلمة اليوم الصورة تفعل كما يقول المثل الصيني الصورة تفعل أكثر مما تفعله ألف كلمة صورة ألف خطبة لا تفعل فعل صورة منطق الحياة كل اليوم منطق صورة بعدين بالله عليك أنا إذا أردت أن أفهم نظرية في وظائف الأعضاء في علم الحيوان في علم كذا من أين وكيف أفهم إذا لم يوجد صور صور لحيوانات صور لبشر صور لإجساد بشرية صور لناس حتى المعجمات المعجمات الصغيرة أيها الإخوة في الغرب هنا لا روس وغير لا روس وكذا فرنسي يكتب لك اسم حيوان صورته إلى جانبه مرسومة أو مصورة تفهم لكن اقرأ عاد انت معجمات مثل الزبيدي ومثل الفينوس أبادي صاحب القموس وإقرأ ما شئت في وصف حيوان والله إلا أنت تعرفه حيوان نطيف أنيق في الرجلين سمش عارفين ومسوداوين وكذا كذا ويأكل كذا وتقذع ويأكل عاجل ويأكل عاجل ويأكل عاد الحيوان هذا ماذا؟ ربي جارك وشوفت ما اليوم مرة أنت لا تفهم فسور أنت هنا فسور هذا الحيوان لذلك لما سؤل رينيه ديكارت فيلسوف والمهندس والعالم الكبير عالم وفيلسوف والمهندس سؤل من أين لك كل هذا العلم بالجسم الإنساني هو كان صاحب نظرية ميكانيكية في تفسير في الزروجة البدن وعمل البدن من أين لك العلم هذا العلم خطير فضيح هذا هذا غير مؤثور عن جالين عن جالينوس جالين لا يقول هذا من أين عديت بهذا العلم آخر ذياد السائل أدخله على مشرحته قال له من هذا وأشار إلى كوربس إلى جثة ميتة لا يا خي قال هذا أستاذ هذا هو انتهى هذا هو مش موجودة صورة صور تنوب عنها تفهمك بإذن الله ولا من صعيح من غيرك انتهى إلى وقت قريب كيف يمكن لفقير في القرن العشرين والحاد والعشرين أن يفكع على النحو أنا أقول لكم ممكن جدا 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 لأنه غير مهتم بالمرة بصناعة الحضارة حضارة ماذا يا رجل هذا الحضارة هم يمكنون أن الناس أصلا وصلوا إلى القمر ويستريحون هالهم أزعجهم أرقهم الفارق الفلكي بيننا وبين الآخرين في الحضارة والعلم والفكر جنن وماذا فبدوا يستريحوا على الطريق هيئة محطة قال لك أكذوبهم وطلعوش على القمر يا سيدي ما طلعوش ها بس هم فعلوا ما هو أصعب من هذا مليون مرة فجروا الذرة فجروا شيء لم تروا ولم يروههم فهموا قانونه فهموا دستوره الداخلي الغيبي ما شفوه ولا بن شاف الزراء لا ترى مستحيل ولا واحد شاف إلكترون بريتون مستحيل بقول لك ليس فيهم حاجة هذا وطلعوا طاقة الرابط هذه أبادوا بها أمماني أمتنا الإسلامية وكلها 2 مليار آه يبودوها بنصق قملة هيدروجينية با مش طلعوا على القمر هم فقط فعلوا ما هو أصعب بكثير أنت مش مستوعب معنى فخر تقوم بالذرية مش فهم حاجة أنت وما فعلوش بشتريح كذب هذه أكذوب وظلوا ما ظلوا وصور الكلام الفارغ لمواقع السقيفة هذه مطبعوش على القمر ايه وما ركبوش روس حنشوف بعد سنتين أخوه وأولاده وغلمانه العلميون غير مهمومين بالمرة بصناعة الحضارة وخدمة الركب البشري والمساهمة بشيء ولو بشيء واحد ولو بدواء واحد ولو بتجربة ناجحة يا أخواني ولو بنظرية لها قيمة غير مهتمين بهذا الهجص الفارغ ويعيروننا به إذا يشاهدونه يحدث عنهم برسول الله عن شغلات في النيرولوجي والفيزيولوجي وستيفن هوبينغ مجنون هذا ما هذا؟ أي طبعا مجنون نحن مجانين طبعا حين تعقل في وسط مجانين تخدو مجنونا تعود مجنونا ترتد مجنونا وإلا اشرب من ماء الجنون فتخدو عاقلا في مجانين لأنك مجنون بين مجانين تعقذو عاقلا في هؤلاء المجانين شيء عجيب يا أخواني شيء عجيب طيب نعود ما القصة؟ ما الحكاية؟ باختصار يا أخواني كما قلت لكم نحن سنرقح مضطرون أن نرقح إلى أن يبرز الخطاب الجديد مدعوما أيها الإخوة ومدعما بكل الوسائل التربوية في المؤسسات التربوية حيث نقضي بعد ذلك لا تجرح آذاننا بسماع الحماقة والغباء التفاهة لا نسمع إلا الذكاء إلا التواصل مع العصر الفهم الدقيق الغائي المقاصد للنص نسمع العبقرية نرتاح نموت مرتاحين على مستقبل أبنائنا وحفاظنا وعلى مستقبل ديننا يجب أن يحصل هذا إلا ما يحصل أنا أقول لكم ليس الدمار ليس العار أيها الإخوة العدم يلفنا الآن بكرة العدم الآن تشتغل علينا تلفنا نحن نخرج من التاريخ واضح أننا نخرج من التاريخ وعلى فكرة هدم كل هذا التراث الاشتباك في حرب حقيقية مع التاريخ والحضارة تمهيد حقيقي لإخراجنا من الجغرافية أيضا سنكون خرجنا من التاريخ أننا بلا تاريخ نحن طمسنا تاريخنا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يبقى الجغرافية خرجت من التاريخ ممتاز بوركة اليد يبقى أن تخرج من الجغرافية لماذا؟ لأنه سيقال لك بالمعادلة من الذي يستحق أن يبقى من الذي يستحق أن يعيش الذي يركب الرؤوس أم الذي يقطع الرؤوس لا الذي يركبه انتهى إذن المسألة المحسومة يلا وخلي ينفعك الفأس والمعول والسكين المسدس اللي بتحارب به خلي ينفعك حين ذاك خذوا الأمر بجد كونوا مسؤولين حين تتكلمون ونعود الآن إلى الترقية لا يوجد شيء فايلة لا يجب أن نرقع فنرقع فسوف يقال لنا أنت اعترفت بأن موقفك شاذ نعم شاذ شاذ في كل هذه العتمة شاذ في هذه الآلة المجنونة التي تولد لنا هذه السوريالية كلها صحيح ولكن أنا أقول لكم ملتئم تماما ومتسق تماما مع منطق السماء مع منطق يعملون له ما يشاء من محاربة وتماثيل مش هنقول يا رمضات العمادة التي لا 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 تماثيل الله يقول التماثيل في قصر نبي موحد أبعد ما تكون عن أن تكون مظنة للعبادة مستحيل سليمان يعبد تماثيل طب ليش يا سليمان عندك تماثيل عظمة الملك ملك هذا ملك عظيم نبي وملك تماثيل لأرسود لفهود لأشياء لرجال لكبار هذه ما فيه القصور تفعل هذا ما فيه مشكلة أبدا وبما أنها لا تعبد على فكرة المشكلة أن علماءنا القدماء الكبار مثل فلان وفلان أبي فلان أبي علان اعترفوا وقالوا نعم كان ذلك مشروعا في شرعهم في شرعهم كان ذلك مباحا يجوز لداود وسليمان يعملوا تماثيل لبشر وحيوانات عادي وفي شرعنا محرم محرم أنا معاك بس انتبه محرم أبديا ولا محرم سياقيا في ظل سياق محدد محرم مؤقتا لا بد أن يكون محرما مؤقتا سياقيا فقط قل لي لأنه لو كان محرما للعبد سيكون محرما لذاته خلاص انتهى التمثال هو محرم هيك لذات ما دام تمثال حرام تعبد ما تعبدوش وتحط فمحرام صح لو كان ذلك كذلك ما جزء قطو أن يكون حلالا في شرع سليمان لأن هذا نبي ليس فيلسوف ليس سقراط ليس أرسطه النبي يوحى إليه وحاشى لله أن يحل شيئا محرما لذاته وماس بجناب التوحيد أصالة لذاته صح ولكن ما حدث بكل بساطة بكل بساطة أن النبي حرم التمثيل وقد يكون فعلا كما هي نصوص صحيحة يعني في المقارى المسلم حرم حتى الصور التي لا ظل لها لماذا في ذلك السياق أيها الإخوة الناس كانوا مفعمين بتقديس الأخشاب والأحجار والأوتان والأنصاب والعياذ بالله اتخذوها آلهة مع الله ومن دون الله فطبعا لابد قطعا لذريعة الشرك وطبعا هذا أجر بالعقل الإنساني إياكم أن تسمع المدلسين والحاقدين محمد هدم التماثيل يعني هدم الفن الارت ويزرون عليه نقول لهم لا محمد عليه السلام هدم وعمر بهدم وتحطيم وطمس ما طمس العقل الإنساني فقد عبدوا هذه الأصنام قبل محمد مئات السنين فماذا خرج منهم وعدوا البنات والاختتال على فرس وعلى ناق أربعين وثلاثين سنة أمم وكانوا عبدانا وخولا لفارس والروم اللخميون والغساسنا هذول لفارس هذول للروم كلم فارغ أمش لم تكن شيئا على همج التاريخ عرنودة ومبي أنا كثيرا ما أستشب بهذا الرجل أنا معجب به هذا مؤرخ عظيم وفيلاسوف التاريخ هذا درس معنى الحضارة قيام الحضارة أفول الحضارات في نظرية التحدي والاستجابة challenge and response theory 42 سنة 42 سنة هذا العبقر المؤرخ العظيم يدرس هذه المسألة ومبي أيضا في مختصر درس التاريخ لسمر فيل يقول ماذا يقول من حسنات الإسلام وحاول أن يفهم كيف الحضارة الإسلامية نشأت كيف بدوان هذولا بدوان بدو في صحراء كما ترونها الآن قاحلة ما فيها شيء ولا شيء ولا معالم حضارية ولا أي شيء كيف عملوا حضارة غير طبيعية هذه أنتجت لنا بعد ذلك ابن سينة وابن النفيس والزهراوي وابن زهر والقرافي وابن الرجد والغزالي يش القضية كيف هذا حصل كيف حصل تعرفون التفسير الذي اختلحه أرنطون بما هو التوحيد التوحيد توحيد الله محاربة الوثنية قال الوثنية اعتقلت عقولهم طبعا الوثنية ضرب من أنيمزم أنا مسموس يعني اعتقاد الحيوية في الكائنات الميتة في الأخشاب والأنهار وكذا أنه هذه حي وينفع ولم الصحيح وهذا يعتقل قدرة الإنسان لا يمكن أنت أن تتوجه إلى الطبيعة تريد أن ترتفقها وأن تسخرها وأن تدرسها وأن تعتقد ماذا إلهيتها ربوبيتها في الأحجار والشمس والقمر الحمد لله طبعا لا داعش ولا غير داعش بيقدر يصل إلى القمر كان دمروه قال لك عبد من دول الله هذا موثا قال تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنت الله قال لي دمر هذا ويختل النظام الكوني لعدهم قدرة ولا في الخيال بفضل الله طبعا واحد يقول لي اجدخل هذا يا فلسوف القمر والشمس بالأوثان نفس الشيء تماما تعرف هذا الصنم الذي أمامك هذا هو مش صنم في الحقيقة هذا التمثال ممكن يكون تمثالا ويبقى تمثالا ممكن يستحيل صنما حتى يصبح صنما سيكون لعنة على صاحبه بس عشان يكون دقيقين ووقت يجري بسرعة واحد حتى يصبح صنما لصاحبه حتى الذي يعيش في ذمتك وفي أرضك ويدفع لك الجزء هذا قديما بمنطق قديم منزوغ هل أنت مؤمور بتحطيمه اللهم لا ولم يفقه الفقهاء هذا ولم يعملوا على تطبيقه نحن أمرنا أن نقر أيها الإخوة أهل الأديان على أديانهم مقابل ما تعلمون طيب أهل الأديان يعبدون يعبدون آلهة أخرى وتركهم لا علاقة لك بهم هذا دينهم يعبد ما يعبدش هو حر دينه أنت مؤمور بتركه وما يدين وعلى فكرة هنا عاد تبرز السماحة الإسلامية في أجل مظاهرها وفي أصبح وجوهها في أعظم تجلياتها مع فتوى بسيطة هكذا أخطبه في سطر واحد للإمام الشافع عبي عبد الله شيخ الإسلام شافعي قال رجل مسلم متزوج بكتابية يهودية أو نصرانية هل يعرض عليها الإسلام لا إسلم يا أهل قال لا الشافعي منع ممنوعا تعرض عليها الإسلام يمكن أن تحدثها على الإسلام تقول في ديني كذا كذا أنا كمسلم أفعل هذا كذا عندنا يا الله يقول أسلم يا فلانا لو أسلمت هذا يا أخي طيب وحب لها الخير قال لأن في هذا شبهة إكراه أنت ما بتعرض على امرأة في الشارع بتعرض على امرأة هي زوجتك والبع يعني له نوع سلطة معنوية سلطة أدبية على زوجته فيمكن قولها ادخل الإسلام إن شاء الله يكتب لك النجاة في الدنيا والآخر وكذا بيكون في شبهة إكراه أبو عبد الله الشافعي منع الزوجة المسلم أن يعرض الإسلام على زوجته الكتابية طبعا وقال لك الإسلام دين إكراه في وين يا بابا الإسلام في طبع في التراث حتى هذا في مظاهر ممتاز جدا وفي مظاهر بصراحة يعني غير هذا حتى نكون واضحين طيب إذا نحن أمرنا بتركهم وما يدينون ملكاش علاقة ببوذي وغير بوذي ملكاش علاقة أصنام آلهته وحر فيها والله إذا حاربك هو وأحب أن يدخلك في دين صنمه وثنه ومنع عليك حق توحيد الله تبارك وتعالى واضطرك أن ترفع السيف في وجهه وأمكن الله منه وممكن تحطم له صنمه هذا إرغاما لأنفه كلها أنا الآن لن أعطيك لأنك أنا بتحدث عن مين الأمسة بصراحة عن محمد بن عبد الله آجة قال لهم يتركوني أبلغ دين ربي سباق ديني أنتوا إليكم دينكم مالية ليس لدي مشكلة بس أنا بدي أبلغ ديني أنتوا بلغتوا دينكم وبتبشروا بي أنا بدي أبلغتوا قالوا لا ممنوع كيف ممنوع قال لك ممنوع وهجروا وهجروا ولحقوا في المدينة كما أقول دائما لازم نستقصلك ممنوع التوحيد فقط الأصنام أشواء المشكلة هذه فطبعا لما أظهره الله عليهم هم دخلوا حتى في الدين كانوا بخلص معنا انتهى عهد الصنمية انتهى عهد الصنمي لا وجود لها عادل معامل عادلة أما في غير هيك وإلا في البداية وكما تعلمون دائما خطتنا هذا المنهج قرآن ما في منسوخ كله محكم وَلَا تُسُبُوا الَّذِينَ يَدُعُونَا مين هم هذولا؟ من هم المدعوون من دون الله؟ للأصنام هو بل ولاة العزة ومناود الخلصة والكلام الفارغ هذا على غير ما تسُبهمش تقولوا شو يعنة الله على الجزاء وكما من نوع لا تتركه وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدُعُونَا مِن دون الله فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمَ كَذَلِكَ زَيِّنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ كان كل إنسان يحب دينك يجعله إلى أن يقتنع لكن هو منعني حقي حق أن أكون حراً في اعتقادي هذا شيء ثاني عاد وأدخلني في معارك لحجة ضيقة من غصباً عني غصباً عني وضداً على رغبتي هذا شيء ثاني لكن فيما عاد هذا انتبه إياك أن تفهم أن الفقهاء يأمرونك قال لك أي تغيير المنكر بأن تغير أديان الناس أو تكسر أوثانهم وأصنامهم هم أحرار في أوثانهم وأصنامهم وأصلبانهم لا علاقة لنا بهم هذه واحدة سنكون وضحين ثانياً ثانياً الأوثان أيها الإخوة أعم الأصنام الأوثان عفواً التماثيل التماثيل أعم من الأصنام والأوثان طبعاً الوثان كل شيء عبد من دون الله هو وثان تخيل أي شيء لو خشب صغير هيك يعتقد فيها كذا النفع والضر وأنها رب تعتبر وثاناً الأوثان هي بهذا المعنى فالتماثيل أعم من الأوثان والأصنام انتبهوا أي صورة مجسدة تعتبر تمثالاً قد تتخذ للزينة ليست صنماً ليست وثناً ستقول لي وثاً ليس وثاً وليس صنم ما هذا؟ تمثال ثقر ثقور هذا تمثال حطوا على مكتبي حطوا على بيتي وفي منشيخ الإسلام المعاصريين الناس كانوا أذكية لكن لم يكن لديهم الجر يتكلمون دائماً بصوت عالي ليس نقصهم هيدكم وشاك المساكين الشيخ الغزالي رحمة الله علي على مكتبه وبدر الشريعة عميل كل ذي الشريعة كان على مكتبه كان حط لمثال هايك الحيوان جميل حلو حطوا قطة هيك العقاد كان يحط لبومة طبعاً برزولوا في العقاد هو شيخ الإسلام العقاد لا بس شيخ محمد غزالي عاد يعني طبعاً طبعاً هؤلاء هؤلاء يتعقدوا مساكين الشراب التهين هؤلاء تمثال تمثال هاي أهبل هاي تمثال هذا ليس صنم ليس وثن هو يفكر تمثال أنه صنم يعني شيخ غزالي يعبده هذا تحفظ النية جميلة هذا فن هذا يا ريت أنا أقول والله أتمنى أقسم بالله يا ريت كان الله فتح أدمغة علمائنا ومشايخنا من ألف سنة وعننا الآن تماثيل وصور مرسومة لإبن سينا والفرابي والغزالي والفخر الرازي وإبن خلدون وفلا يا ريت والله العظيم اليوم عندها سانت أوغستين عنده صور وبكتب كذا من قرن الرابح هذا مات في أول قرن الخامس فيه صور إله نحن ما لدينا حرام كله حرام 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 ما فهمناش للأسف وظلينا اليوم ليس لهمين ومتشددين ليس لدينا خطوة الأمام بجراءة فالبتقوله إذن التماثيل أعم من خصوص الأوثان والأصنام انتبه فقال لك هذه كانت أصناما تعبد من دون الله كانت لو افترضنا كانت انتبهوا وأين كانت كانت في المتعبدات كانت في المتعبدات ترتاد للعبادة آه هذا الشيء كان في الماضي الآن أين هي في المتاحف في المتاحف ليست في المتعبدات ليست في مكان يقال إنه ما ظنّت أن تقدّس وأن تعبد من دون الله أبداً يا رجل وبعدين انتبهوا ما تسمعوش الشيخ العلامة فلان مش هذكر أسمائها ما حبش أنهيني الناس أو منحترم الناس ونستفيد منهم حتى حين تصيبون الشيخ العلامة الدكتور فلان فلاني قال لك لا لا ما ظنّت أن تعبد من دون الله باقي إلى يوم القيامة في ناس هملوا غلاء الأحكام لا تدر على الندرة ولا على الشاذ ولا على فتح باب الاحتمالات فباب الاحتمالات وسيع إذا فتح لا يسد تدر على مراحظة الواقع والوقائع وحتى على فهم دقيق في النصوص النبي يجنّب كلمة واحدة إني لا أخاف أو لا أخشى على أمتي الشركة بعد انتبهوا هذا في الصحيح مش بدتك صحيح أنت جننتونه بالأحاديث والنصوص هذا ما استاسيدي هذا النص في صعيح مسلم محمد عليه السلام يقول لك لا لا تخافش هذه الأمة المحمدية لن يأتيها يوم بإذن الله ترجع تعبد إلا تأمناء وذي الخلاصة مستحيل مش هيصير وطبعا انتبهوا انتبهوا عشان تعرفوا كيف التناقض في الأحاديث وإنها بعضها مش هقولك كلها بعض هذه الأحاديث يعني مصنع تصنع دار سك النصوص هذا في مسلم بس في الصحيح أيضا حديث أنه مش هتقوم الساعة حتى تختلف وكلمة وصف فيك شوية جنسي يعني ما سنقوله نساء داوس حاول ذي الخلصة سترجع قال ذي الخلصة تعبد والله العظيم ما هي راجع ولا ما عبودة يأخذ ذي الخلصة إيش إيش هبلت وهذا في الصحيح يعني رجع ذلخة تعرف الناس إذا أرادوا أن يعبدوا ماذا سيعبدون ولا أن يفعلوا أصلا سيعبدون أنفسهم سيعبدون عالم في الذر الكبير الذي زلع رأس هذا يعني هذا بستحق العبادة ليس ذي الخلصة حجار ولا ما صحيح لكن لا أحد يعبدوا هذا رأي هذا الذي سيركب لك رأس هذا كنفارو هذا سرجو كنفارو الإيطالي هذا نفسه نفسه بوكرا سلع علي مخالفة مادية يفضحوا أبوه في الجراهي في أوروبا هنا سر أقلص كبير يقول لك هذا ولكن عالم كبير أقلص أنتبه يعمل شغل مع بنته يقول لك هذا شوف داعر هذا هذه بنت قاصر شوف داعر هذا عملوها مع رأس وزراءهم ألا ما صحيح بيرلس كوني لذلك الناس اتحررت وعشان هيك حاول تفهموا يا إخواني لماذا ختمة النبوة محمد انتهى البشرية رشدت فقط نحن قصر ومقصدين في تبليغ ديننا أنت الآن أمام بشرية عاقلة راشدة حاول أن تعطيها التوحيد رحيقا شهدا مش ثم زعافا تسمي إسلام هو هذا يا توقض يا أقلص عليك لا رحيقا شهدا يخاطب العقول يخاطب المنطق لكن لازم يكون عندك في الأول عاقل ومنطق تكون أنت عملاق دارس فلسفات علوم ومنطق وحياتك كلها في العلم من الصعلوك من الشوارع عندك عقد وجاي بدك بستربح وقالوا الله أكبر ويقول لي تمثل الإسلام خطفت ديننا خطف الدين لا 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 مش حنسمح ومش حنسكت عن مخطوفية ديننا من هؤلاء أمثالي مش حنسكت أبدا لأننا والله العظيم مسؤولون يوم القيامة بين ذي الله تبارك وتعالى أقسم بالله إننا مسؤولون عن كل هذا العباث على كل حال إذن هذا لم يعد صنما وحتجل له كيف تكتب أنت على التاريخ كان صنما وهو اليوم تمثال ثجار فجور هو ومحضوط في متحف مزيو ولا يعبد هتقول لي هش القصة طبعا إذا لم توافق على هذا أنت صنمي أنت والثاني ستكون كيف أنا لا أهددك لا أمرس عليك الإرهاب الفكري يا إخواني هل تعتقدون أن هذه الأصنام والأوثان تنفع أو تضر أبدا لا اليوم ولا يوم صنعت ولا في أي يوم هي دائما أحجار وأخشاب ومنحوتات لا تضر ولا تنفع لا تقدم ولا تؤخر لا تسمع لا تبصر الله قال وإن يصلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه يعني هذا اللات هذا الصخر الكبير العمين هذا أو يضعوا عليه عسل وشغلات هذه ويأتي الذباب والدم الذي يهرق عليه يأتي الذباب يأخذ شيئا من هذا العسل من هذا الحلو هل يستطيع هذا يسترجع يسترجع حجر حجر مسكينة ولا يعمل حاجة لكي لا تلعبوه أيضا على وهم الإعجاز العلمي وتقول لي كما قال الدكتور فلان ويعلمه فلان أنه لا يستطيع أكبر مصنع اليوم ولا أكبر لبور في العالم أنه يستخرج من الذبابة لا تستعجل الله لم يقال أننا الإنسان ممكن يفعل هذا والذبابة يسلوهم يقولوا تعايا خربية جد الذبابة سيخرج منك السكر والجنات تبعتك وأخذها وأضعها في سحلية وأعمال البدع وهم فعلوا هذا ما رأيكم الذي لا يعرف الفصل هذا في طريق العلم يروح يقرأ عن جينات هوكس هوكس جينز هذه ما هي قضية هوكس جينز الذي لا يستطيع يستوعب يرى الآن في أمريكا ماذا يفعلون تعرفون عنكبوت السبايدر يصنع الخيوط هذه أقوى من الحديد عشرات المرات طبعا بنفس الثخانة مادة قوية جدا جدا يحتاجها الجرحون أكثر شيء بالذات في الجراحة لأن الجسم لا يلفغها لا يوجد أي تحسس مناعي ضدها لكن عنكبوت كيف سنصنع هذا كيف سنصنع كميات هائلة منها ونعملها عبكرات وأطنان ونخزن ونبيع فعلوا هذا تعرفون كيف الماعز تعرفوا القوتس الماعز الماعز تفعل هذا كيف تفعل هذا هل أصبحت الماعز سبايدر أصبحت سبايدر بطريقة أو بأخرة جابوا الجين المسؤول عن تصنيع هذا الحرير عن كبوتي وغرسوه في خلية الماعز يا حبيبي العالم في عالم العالم آخر نحن عالم آخر هم عالم آخر زرعون والماعز عادية تشوفوا شكلها ماعز عادي ما عندهاش أي أطراف زائدة وبتحط الحليب مع الحليب بتنزل هذه المادة الحريرية مباشرة بغر في نفس المكان جامعة يوتاب لو أنت بتحدي أمريكية مزرعة فار متابعة لجامعة يوتاب مباشرة في نفس اللابور خمس دقائق بحلوا بروتين بطلعوا والبكرة الجاهزة وبتلف الحرير ويستخدموه في الجراحة شيء يا يا كاد يصدق فما تقول ليش يسلبهم الذباب الله تحدث على الأصنام عن اللات والعزة والخلصة نقدرش عمل شيء أنا بقدر الإنسان يقدر هذا الكلام مش عنا إحنا وإنه مش حنقدر حنقدر وقدرنا وخلصنا أصلا وعملنا البدع وعملنا إيه وعصر فيه البدع يا إخواني إذن أنا بقول لك إيه بدك تسأل نفسك الآن إذا كان هذا مجرد حجر لا يضر ولا ينفع وهو اليوم بعد على مسافة ألف تلات تلاف ومتين سنة أو تلات تلاف سنة على الأقل لا يضر ولا ينفع لا يضر ولا ينفع إذن كيف كان قبل تلات تفصنا صنما هو ما كان يصنم صنم في عقل من إيه من عبده إذن الصنمية في الشيء ذاته ولا في عقل من إيه يصنم في العقل هو صخرة أصلا ومنحوتة أنت بتخذها اليوم أثر من آثار التاريخ بتقول سبحان الله بادوا راحوا كفروا آمنوا انتهوا بقيت هذه آية قال تعالى ولقد تركنا منها آية بينة من مين من قرية لوط بعد ما الله قلبها ترك آيات وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل ولا مصحيح بلاش يا سيدي فرعوني اللي قال أنا ربكم الأعلى وهذه إشارة عجيبة إلى أن الشعب المصري في ذلك الوقت كان يعبد مجموعة آلهة آلهات كثيرة فعلا من ضمنها العجل علشان كمنوا إسرائيل إيش عملوا عبدوا العجل الذهبي مباشرة تأثر بالمصريين كانوا يعبدوا العجول وأشياء كثيرة لكن إيش فرعون قال لهم أنا أكبر رب عادي استغفر رظيمة اللهم غفرها اللهم غفرها أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري شوف هذا الوثن مين أخطر حجر يدعى فيه الألوهية ولا بشر متحكم مصلط يدعي البشر طبعا أخطر بكثير أنا أحي وأميت أدبح وأموت أعمل بساوي كذا هذه الأنهار تجري من تحتي وإلي الملك هذا كله فتن الناس إيش الله قال له عاد بعد ما غرقوا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية انتهى فرعون وانتهى الفراعنة وما عاد فرعون يعبد لليوم موجود يختلف فيما هي في أي كان أو أي يكن لكن ليش الله أبقاه ليش ما أحرقوش يا داعش ليش ما أحطموش يا داعش وأله قال أنا سأخلي سأخلي هذا اللي ادعى هو ادعى بلسانه ليس الدعية فيه هو حجر الإلهية العليا الأعلى على شكون آية للناس ما في إله يموت ولا ما الصحيح أي مات وشبع موت وهذه الأصنام طيلة حياتها لا تضر ولا تنفع إذن أنا أقول لك إذا أعتقدت أن الذي كان صنما يبغى صنما أنت مصنم أنت وثني تعتقد أن هذا الشيء في ذاته فيه خاصية صنمية بمجرد أن ترى ستعلم أنه صنم معبود من دولة أبدا هذا غير صحيح بالمرة وغير واقعي أنت الآن سترى تمثالين ولن تميز أيهما للعبادة من الآخر حتى تخبر بهذا يقال لك هذا معبود في الديان الفلاني ولا ما الصحيح لماذا؟ لأن الصنمية ليست في التمثال ذاته الصنمية في رؤوس مصنميه الآن السؤال إذن أصنام الموصل ومدينة كالخو هذه نمرود وغير هذه الأشياء هل هي أصنام؟ لابدا اللهم لا نشهدك اللهم لا هل هي أوثان؟ اللهم لا إذن ما هي؟ تماثيل تماثيل بقيت آية في السجل الحضاري على مرحلة زمية معينة على دين قوم على متعبدات قوم من عندي أي مشكلة؟ آية للعبرة لتعتبر الأجيال وللدرس وللفحص ولم تعد أصناماً ولا أوثاناً عاد التماثيل كما هي في حقيقة مجرد تماثيل نحتتها دون بشرية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي يقبر التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً قبل أن أغاد أيها الإخوة ثلاثة وأربع جمال سريعة قد يقال لنا ولكن النبي صحى عنه النص بحرمة التصاوير وأن أعظم الناس عذاباً يوم القيامة المصورون نقول لهم بكلمة الذين يصورون آلهة تعبد مع الله من دون الله هذا معنى الصور والدليل ما رواه الترمذي عن أبي هريرة في جامعه في سنانيه أنه يقال عاد لأهل الأديان للناس يوم القيامة ليذهب كل إلى ما كان يعبد من دون الله فيذهب أهل الصليب إلى صليبهم ويذهب أهل التصاوير إلى صورهم ويذهب أهل النار إلى نارهم أو نيرانهم السؤال يذهب أهل التصاوير ما معناها يعني؟ ما قال لك إلى ما كانوا يعبدون من دون الله يعني التي كانت تعبد من دون الله فكلام النبي على الصور وأشد الناس والصور والصور ما هي؟ صور الأصنام التي تجعل تماثيل تتخذ أصناما فتصبح تماثيل مصنمة والعياذ بالله تعبد من دون الله ومع الله على قدم سواء الذي يفعل هذا طبيعي أنت تنشر وثنية والكفر والعياذ بالله بدل التوحيد فطبعا عذابك عند الله ولا بدل تأخذ جائز نوبل يوم القيامة طبعا طبعا أشد العذاب أكيد ما في كلام؟ اثنين واحد يقول لا 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 مش هذا العلة بس ما تقوله في الحديث ما عمل؟ مش معندي الحديث صحيحة أساس قال لك النبي قال أن الله عز وجل يأمره بيوم القيامة أن يحيوها يقول لهم أحيوا ما خلقتم أحيوا صحيح قال السادة العلماء فهذه محمولة على من صور صورة مجسما بالذات أو حتى غير مجسما قال العلماء انتبهوا مهم جدا هذا كلام مش كلامي قال السادة العلماء هذا محمول على من كان قصده أن يضاهي بخلق الله لقوله النبي يضاهؤون أو يضاهون خلق الله وفي رواية أخرى يشبهون بخلق الله بمعنى ماذا فنان مجنون سايكوبات يعتقد في نفسي ماذا الإلهية أنه ممكن يخلق كخلق الله هذا لا يفعله إلا مجنون صحيح؟ هذا المجنون الملحد هذا شيء ثاني طبعا هذا محرم لكن إنسان فنان أبدا يرسم أيها الإخوة ينحت كذا كذا من غير قصد أن يضاهي الله في خلقه وبعدين اليوم ما فيش إنسان عاقل يضاهي الله في خلقه إنت لا تستطيع أن تخلق خلية حية سل واحدة تعمل لي صانم مثل مايكل أنجلو تقول لي ضاهية خلق الله هذا ولا شيء ولا شيء هذا صانم عفوا تمثال هذا لا قدم ولا أخر هذا هو الصحيح يا إخواني أحببت أن أختم بهذا وأشياء أخر لكن ضاقة الوقت اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا زدنا ولا تنقصنا أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا وانصرنا على من بغى علينا يا قوي يا جبار يا عزيز يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون أذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من فضله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيزة بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما قرت نطور تجديداً في آليات الفهم في آليات الفهم آليات الفهم لدينا أيها الإخوة المعبر عنها بعلم أصول الفقه آليات محترمة وحقيقة لا يعرف كم هي محترمة إلا من تعمق درس هذه الآليات وسيقول سبحان من أعطى هؤلاء الأمة والعلماء هذه المقدرة هذه اللياقات الفكرية حين يقرأ متعمقاً كما نقول دائماً ليس كتاباً في 200 و300 صفحة لا 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 حين يقرأ متعمقاً سيعجب ولكن هذا عمل بشري على المسلمين أن يدركوا البدهيات أيها الإخوة لأنهم ينطلقون ويفرغون عما يؤكد أنهم يصادمون البدهيات من البدهيات أو في رؤوس البدهيات أن كل شيء يشيخ فالفكر الإنساني يشيخ العطاء البشر يشيخ الآن فكر علمائنا مهما كانوا أجلاء وهم أجلاء بلا شك مهما كانوا كرماء ألباء عذقاء أذكياء بمرور القرون والإزمان يشيخ أيها الإخوة لا يمكن لفكر بشري أن يساوق وأن يسير مع النص الإلهي المطلق المحفوظ قدماً بقدم وخطوة بخطوة هذا يساوي مساواة الإنسان بالله هذا أن الله الذي أنزل القرآن استغفر الله يساوي في علمه وحكمته وقدرته وتقديره للأمور أينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين أمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلكم من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي قبل أكثر من سنة أعلن العالم والطبيب الإيطالي سيرجيو كارنافارو عن أن مشروع زرع الرأس الإنساني قد أصبح وشيكاً وزالت كل العقبات من أمامه وقد جرب مشروع زرع رأس لفأر في الصين ونجحت العملية الرأس بكل ما فيه أيها الإخوة من مكونات وأعصاب شيء عجيب أما الرأس الإنساني فستدشن أول عملية لزراعته في مطلع 2017 بعد أقل ربما من سنتين نحن نقطع الرؤوس وهم يزرعون الرؤوس أين سنمضي أين سيمضون من الفائز من الذي له المستقبل الذي يزرع الرأس لكن على كل إخواني وأخواتي قد يكون أجدر الناس بأن يسابقوا إلى حجز إلى حجز مكان لزراعة رؤوس جديدة لهم بعض المسلمين أجدر الناس أن يتخلصوا من رؤوسهم في المقدم أيها الإخوة ليتخلصوا من هوسهم من أفكارهم من حروفيتهم من جموتهم من جنونهم إما شئت من الأوصاف ولكنهم لن يفعلوا ولكنهم لن يفعلوا لأنهم لا يستطعون أن يفكروا خارج رؤوسهم هم لا يفكرون إلا بهذه الرؤوس ولذلك لا حل الحل لا يمكن أن يكون بقطع الرؤوس ولا يمكن أن يكون أيضا بزرع الرؤوس لأنك حين تزلع رأسا تقريبا أنت تتعامل مع شخصية جديدة مختلفة تماما شخصية صاحب الرأس أما صاحب البدن فلا شخصية له فلا شخصية له تقريبا ولهذه التقريب الموضع على كل حال الحل أيها الإخوة في برنامج إصلاحي تجديدي تربوي تأخذه المؤسسات والهيئات والسلطات الرسمية والمدنية أيضا تشكيلات المدنية تشكيلات المجتمع المدني على اختلافها تأخذه مأخذ الجد أن يطور فهم قبل أن نطور خطابا لابد أن نطور فهما وقبل أن نطور فهما لابد أن نطور فهما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ترجمة نانسي قنقر